السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد وفيديو جديد فيديو مفيد على قناتنا النهاردة أنا جاية أجاوب على سؤال أحد المتابعين كان جالي تعليق على الفيديو الخاص بكيفية حسف أي عنصر باستخدام الذكاء الاصطناعي من الصورة وكنت تناولت موقع فوتو أدتور اي اي والسؤال اللي جالي عن كيفية إضافة أي عنصر أنا عايزة للصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي الموضوع ده أنا كنت تكلمت عنه من قبل بس ممكن يكون البعض يعني مركز فيه أو البعض ما تفرجش على الفيديو ده فإحنا النهاردة هنتكلم عن الأداة اللي موجودة بشكل مجاني حتى الآن ودائما بركز حتى الآن علشان بعض الأدوات بتكون في مرحلة البيتا بيتعمل لها نوع من أنواع اليمبروفمنت أو التطوير فهما بيفضلوا فاتحينها فور فري لحد ما يطور ولكن هي ممكن تستخدم بشكل مجاني حتى الآن داخل كنفا تعالوا نتعرف على هذه الأداة اللي بتمكننا من إضافة أي عنصر داخل الصورة داخل التمبلت بناء على الستايل الخاص بالصورة وحنعرف الموضوع ده دلوقتي مع بعض يلا بينا نبص على أداة بتاعة النهاردة لو دخلنا على موقع كنفا ودخلنا نعمل أي بوست إحنا عايزينه وأن نفترض مثلا أنا دخل أعمل إنستجرام بوست ومن خلال إنستجرام بوست ده أنا عايزة أرفع صورة لنسا هبتدي أشتغل عليه بشتغل عليه مثلا هنا فروم سكراتش فهبتدي أن أنا أرفع صورة ما فبروح للأبلود وابتدي أن أنا أرفع صورة دي مثلا على سبيل المثال هي أدي الصورة بتاعتي هحط الصورة في إطار هخليها زي ما هي ممكن أحط الصورة في إطار وعمل لها كورنر وأكبر شوية الصورة بتاعتي وأبتدي أن أنا أدي لون مثلا البلد جراوند بتاعي وليكن اللون ده أو أي لون تاني وأنا عايزة أضيف حاجة جوة الصورة مثلا حاسة كده أن أنا عايزة أضيف قوت مثلا مركب تبقى فيه موجودة في الليك أو المخيرة دي إيه اللي يقدر يعملي ده أنا هروح الأول أعمل select على الفوتو وابتدي أروح لإدت فوتو ومن إدت فوتو بروح للماجيك ستوديو والماجيك ستوديو في حاجات كتيرة جدا فيه مدفوعة زي ما احنا شايفينا هي في البرو بلان وأنا عندي أكاونت مدفوع وعندي أكاونت مجاني فأنا تعمدت أن أنا عامل لك من الأكاونت المجاني الفري بلان عشان لو حتى الناس اللي بتستخدم الفري بلان تقدر أنها تستخدم الخدمة دي وتشوف أنها شغالة حتى الآن بشكل مجاني هروح أختار magic edit بالمنظر ده وهي دي الأداء اللي معايا النهاردة اللي من داخل برنامج كامفا وهنا بيقول لي اعملي brush أو ابتدي أعملي كده قطلي الجزء الarea اللي أنت عايزة تضيفي فيها الحاجة دي فأنا هروح هنا مثلا أعلم على الجزء ده كده بالbrush طبعا تقدر تتحكم في brush size يعني عايزها صغيرة قليلة حجمها يعني كبير حجمها صغير زي ما أنت عايز على حسب طبعا أنت عايزها الحجم بتاع العنصر اللي أنت عايزه قد إيه لأن من المفترض أن الحاجة اللي حتتحط حتكون موجودة في الجزء المظلل كده بالbrush زي ما إحنا شايفين وبعد كده حبتدي أقول continue ومن خلال continue حيقول لي describe أنت عايزة إيه في الجزء ده فأنا مثلا هنا هقوله بمنتهى البساطة أنا عايزة small boot حطي لي small مثلا هنا هقوله small white boot هنا حددت العنصر اللي أنا عايزة أضيفه هنا أنا حددت العنصر اللي أنا عايزة أضيفه هنا بيقول لي أن editing faces hands أو legs هنا بيقول لك isn't intended for magic edit يعني لو عايز تعرف أكتر بتعمل learn more وتبص عليه فهنا أنا بتكلم عن عنصر بشكل عين العنصر ده هنا boot مثلا حبتدي أقوله generate بالمنظر ده كده ليه لأن faces وال hands والحاجات دي دقيقة شوية هنا هنشوف مع بعض كده result يديني أربع اختيارات وأنا ما باختار ما بينهم الحاجة اللي أنا شايفها مناسبة لي إيه ممكن مثلا سي أختار الأولاني أو التالت ممكن ده حلو قوي أو ممكن أختار ده أشوف أنه واحد ممكن يعجبني أكتر ده مثلا أنا شايف أنه هو حلو من وجهة نظري وده كمان أحلى لا ده أفضل ده مثلا أنا شايف أنه واحد أو البود ده لو خدتب عليك حتلاقي أن الرسمة اللي هو أنشأها أو العنصر اللي هو أنشأه باستخدام الذكاء الاصطناعي الـ style بتاعه ميشي مع الـ style بتاع الصورة بمعنى أن الصورة دي مثلا يعني نقول عليها لوحة زيتية مثلا painting oil في الحالة دي هو حينشأ لي العنصر متناسب جدا مع الحاجة اللي أنا عايز أحطها لأنت ممكن تجيب صورة BNG وترفعها وتعمل لها edit من غير مشكلة ولكن بيبديك بما يتناسب مع الصورة وده هنا جمال الأداة بتاعت الذكاء الاصطناعي الموجودة عندي اللي هي magic edit الموجودة في Canva في الأخير خالص أنا مقتنعة بالصورة دي بعمل أهو خلاص العنصر ده بعمل أهو done ويبتدي العنصر موجود وبين طبعا الفرق ما بين الصورة اللي قبل والصورة اللي بعد ممكن نجرب مع بعض حاجة تانية لو إحنا حبين تعالوا كده نرفع صورة تانية نعمل upload عايزين نشوف بس حاجة تانية أو شكل تاني مثلا ممكن مثلا أحط حاجة زي كده حشيل اللي ده وهنا مثلا حبتدي أجرب أعمل edit وهنا هو هيعملي edit برغم أن الصورة دي بي أن جي ملهاش خلفية إلا أن أنا ممكن أستخدم magic edit عشان أعمل حاجة معينة ممكن هنا مثلا حبتدي أحط mouse فهنا هقوله continue هنا هقوله computer mouse وحشوف هنا مثلا حيديني إيه تعالوا كده مع بعض نشوف النتيجة بتاعتنا مثلا نشوف أكتر حاجة مناسبة ولتكون دي دي أهو mouse ماشي إلى حد كبير جدا لو مش عجبني بعمل generate new results وهنا بيقول لي أن التكنولوجي دي is new and improving يبتدي أنه هو يعمل لها improving لو دي عجبتني ممكن أحطها لك أنا شايفة أن دي مناسبة أكتر تقدر تجرب اللي أنت عايزه وبعد كده بتقول done لو رجعنا هنبصي الليقة دي الصورة هي لو تكبرناها دي الماوس بتاعي بالمنظر ده كده محطوط يبقى أنا ضفت mouse جنب الكمبيوتر أو جنب اللاب توب ده بالنسبة لأداة magic edit أتمنى أنها تكون عجبتكم تقدروا تستخدمها بشكل مجاني حتى الآن في canva في بعض الأدوات الغير مجانية زي الفوتوشوب فيها أداة اللي هي أداة generated fill tool تقدر ننتظف بها أي حاجة للصورة عندك أيضا فوتوبيا وأنا اتكلمت عنه من قبل وشرحته إن شاء الله ممكن أتناول الجزئية دي بالذات لوحدها في فيديو تاني إن شاء الله نتكلم عنها أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى أو فيديو جديد فيديو مفيد على قناتنا ولو بتشوفنا الأول مرة ما تنساش تعمل subscribe للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنت من متابعينا إلى أعزاء منساش اللايك وشير وكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة